أنت إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وصلت على ثلاث فوائد الفائدة الأولى امتثال أمر الله تبارك وتعالى فإن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفائدة الثانية أن ذلك من حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي عليه لأن الله أنقذك به من الضلالة ودلك إلى رشد عن طريقه عليه الصلاة والسلام فلا طريق يوصل إلى رغوان الله تعالى وجنته إلا طريق محمد صلى الله عليه وعلى آج نصر والإسان لو دله شخص على طريق بلد من البلاد التي يقصدها لرأى له معروفا عليه فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي دلك على الطريق الموصل إلى الجنة فمن حقه عليك أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام الفائدة الثالثة أنك إذا صليت عليه مرة واحدة صلى الله عليك بها عشر ومعنى الصلاة على النبي أن يثني الله على نبيه صلى الله وسلم في المرأة الأعلى هكذا قاله أبو العلي رحمه الله فإذا كان هذا معنى الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فكذلك أنت يرفع الله تعالى لك الذكر ويصلي عليك يثني عليك عند الملائكة المقربين هذه نعمة والحصن بعش أمتالها ولله الحمد ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل وقت